مجدداً ينهار الريال أمام العملات الأجنبية إلى مستوى هو الأدنى منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل من العام الماضي التعاملات الأخيرة لسوق الصرف في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة كشفت عن تجاوز سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية 1500 ريال الانهيار الجديد جاء بعد شهرين من إعلان السعودية تقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة مليار ومئتي مليون دولار لمواجهة عجز الموازنة بعد توقف تصدير النفط بفعل الهاجمات الحوثية على موانئ التصدير بحضر موت وشبوة في فبراير من العام الجاري أيضاً أعلنت الرياض إيداع مليار دولار في حساب البنك المركزي اليمني إلا أن تلك الودائع لم تعالج التدهور بل تؤجل فقط مسألة انهيار العملة الوطنية وباعتراف قيادة البنك المركزي حينها مرات كثيرة تعلن فيها الحكومة عن القيام بمعالجات إلا أنها تتمسك بأدوات ليس بمقدورها إيقاف نزيف العملة من بينها اقتصار التعامل الداخلي على الريال اليمني إلى جانب معالجات أخرى وصفت بالهزيلة كونها لا ترقى إلى المستوى المطلوب فاتورة الاستيراد هي الأبرز في قائمة أسباب انهيار العملة خاصة في ظل فقدان مصادر النقد الأجنبي حيث يعجز البنك المركزي بعداً عن توفير متطلبات الاستيراد كواقع مفروض هذا الواقع جاء بعد توقف صادرات النفط وتحكم مليشيا الحوثي بالنسبة الأكبر من تحويلات المغتربين إلى جانب تجميد الدول المانحة للقروض المتفق عليها وهجرة الكثير من رؤوس الأموال وانقسام السلطة النقدية بين صنعاء وعدن اقتصاديون يرون أيضاً أن الحكومة منحت مليشيا الحوثي فرص محاربتها اقتصادياً من خلال طباعة عملات بكميات كبيرة وبحجم مختلف عن حجم العملات المتداولة في السوق هذا الاخطاق استغلته المليشيا ومنعت في مناطق سيطرتها العملات بالطبعة الجديدة ما تسبب في زيادة المعروض منها في مناطق الشرعية وبالتالي قاد إلى انهيارها ما يلام به البنك المركزي بعداً أيضاً حسب الخبراء هو عدم سحبه للإصدارات من العملة بالطبعة القديمة واستبدالها بالشكل الجديد كخطوة أولى للحد من الانتكاسة الكبيرة التي يعيشها الريال اليمني ترجمة نانسي قنقر